طلع قال ان احنا المجتمع المدني والعام المجتمع المدني وطلع عضاء مجلس الشيوخ وقالوا ان احنا الحمد لله حقا نتفرق بعيدا عن السياسة وبيقوموا بدور مهم جدا جدا ومنظمات المجتمع المدني منفتحة على الجميع في نفس ذات الوقت وفي نفس ذات التوقيت تطلع الجارديان وتطلع مفوضية حقوق الانسان والأمم المتحدة تتحدث عن انتهاكات وقمع لمنظمات المجتمع المدني في مؤتمر المناخ سبعة وعشرين بماذا تفسر هذا الانفصام ان يطلع وزير المالية يقول ان احنا حققنا تفرق في الاقتصاد والشعب تطلع السيد تقول كان يوم يسود يوم ما جيت عايز تتحكي انتها لا انا بقى بس منتظر تخلص لا اعايز اقول ليه لماذا يا فندم هذا التناقض الشديد بين المنظمات الحقوقية والمراكز البحسية والتقارير الدولية والتقارير الاممية وبين التصريحات الحنجورية الذي يقودها هذا النظام سيد نادر بان تسعة سنوات في انفصام كامل بين ما يقول النظام وبين الواقع يا اما النظام بيجذب يا اما هذه المنظمات بتجذب لا النظام لا يجذب النظام يتحرى الكذب وهو كذوب كذاب اشر نظام اللي بيجذب ده نظام بفاصل خالص عن الواقع المصريين يا نادر هو الناس دي اصبح بضاعتهم الكذب غير 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 الحقيقة طب اقول لك حاجة مش هارود لك السؤال هو مش عام العام سماها عام المرأة ولك هذا من اجل غناء المرأة المصرية لسه شاف من الوقت السيدة كان اسوأ عام السيدة الان لقيت له كان يوم السود يوم ما انتخبناك المرأة المصرية ده مطحونة عام عام اخر سماها عام الشباب عام الشباب هي موضة يا سيدي موضة سمي كل عام باسمه الواقع طبعا وواقع زي ما انت شايف مؤسف جدا اتمنى اكون نجحت في الاجتماعي والله نجحت طب الحمد لله ربناك نجحت والمجتمع والناس اكيد عارفة والله انا بسأل هذه الاسئلة و انا بتألم على هذه البلد اللي كانت تستحق افضل من ذلك بكثير لكن للأسف الشديد البلد ضاعت وانهارت ورهنت وتم رهنها في كثير من القطاعات الخبير الاقتصادي الاستاذ الدكتور عبدالخالق فاروق دائما ما يتحدث عن مشاكل في الواقع الاقتصادي في مصر يتحدث عبدالخالق فاروق ويكتب عبدالخالق فاروق دا تم اعتقاله من الفطرة مش كده صحيح اتقل لانه بض وكتب مقال ربنا نصطرها عليه قال ان هناك مخاطر للسناديق السيادية الذي يقوم بها هذا النظام تحدث عبدالخالق فاروق وقال ان هذه السناديق باب سحري احنا بقينا دولة السناديق بقيت باب سحري للفساد المالي وتحدث عن كثير من الامثلة التفصيلية التي وقعت تحت يديه كما يقول وبينت مقدار الفساد والافساد الذي ساهمت به او فيه هذه الوسيلة بيقول ان في كلية الهندسة جامعة القاهرة بعض الاسدزة وادارة الكلية ابتكروا في كل الكليات زي مثلا كليات النظرية والاقتصاد والتجارة والحقوق والاقسام اللي بيجري فيها التدريس باللغات الاجنبية ما يسمى الساعات المعتمدة نوع من الدروس الخصوصية وبمقتضاه انا اضرب المثال ده بس بيدفع الطالب حوالي 21 الف جنيه في الموسم الدراسي في الموسمين الدراسيين بخلاف 500 جنيه اخرى بما يسمى ساعات التدريب وبالمقابل بيحصل الطالب على فطورة غير قانونية بهذه القيم ولا تسجل عليها بيانات الطالب بصورة صحيحة وهي فطورة غير معتمدة من اية جهة رسمية في الجامعة وتصل حصة وزارة المالية من هذا المبلغ حوالي 19 جنيه فقط طب الفلوس الباقي بتروح فين؟ بتروح فين الفلوس الباقي؟ فيما يسمى صندوق او حساب الساعات المعتمدة بيتم توزيع مغانمه بين الاساتذة الافاضل عبدالخالق فاروق بيضرب مثال واحد في جامعات مصر فيما يسمى الصناديق السيادية ماذا يستفيد الشعب؟ الشعب راح فين؟ مستفاد ايه؟ من هذه الصناديق وباقة البلد وكأنها بلد الصناديق سناديق كثير من الصناديق وحسابات مثلا خاصة بوزارة الداخلية سندوق اسمه صندوق التأمين الخاص بذباط المرور سندوق التضامن لذباط اكاديمية الشرطة سندوق التكافل لذباط قطاع السجون سندوق العطاء لذباط الامن المركزي سندوق تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة سندوق تطوير نظام الاحوال المدنية سندوق الاستهبال والاستعباط والاستزراف سندوق اي حاجة؟ أهم حاجة يبقى عندنا سندي تدخلنا فلوس والمواطن للأسف مش المواطن بس دولة بكل ما فيها بتدفع السماء